سؤال رقم 231 عند زيادة الار في الدايرة القهربية الموضحة بالشكل فإن قراءة الفلتاميتر هيحصل لها تمام الفلتاميتر له طرفين طرف الناحية دي وطرف الناحية لو سميت الطرف ده ألف والطرف ده به هل تعلم إن الفلتاميتر بيقرأ من الجهتين؟ يعني ممكن يقرأ لو أنت مشيت من ألف لبه كده دي قرأة الفلتاميتر وممكن يقرأ لو أنت مشيت من ناحية تانية طيب تعالوا الأول نشوف الفلتاميتر هيقرأ إزاي لو أنا مشيت من ألف لبه الفلتاميتر هيقرأ لو أنت مشيت هنا هتعدي على البطارية والبطارية دي مصدر للطاقة مكسب هتكسب فيها VB بس في نفس الوقت هتعدي على مقامة متغيرة فهتخسر فيها فرق جهد فرق جهد بقيمة IFR يبقى أنت عندك مكسب وخسار عشان كده نطرح نطرح الخسارة من المكسب IFR المتغيرة طيب لو مشيت من السكة التانية حيبقى قرأة الفلتاميتر إيه لو أنت مشيت من خلال الـR عشان توصل للبيه كقرأة الفلتاميتر فأنت هتخسر فرق الجهد في المقامة دي بس يبقى أنت مش هتخسر غير IFR يبقى القرأتين دول حاجة أحدة يبقى الفلتاميتر بينفع يقرأ من الجهتين لو أنا عايز أعرف إيه اللي حصل للفلتاميتر أو قرأة الفلتاميتر عند زيادة المقامة المتغيرة زيادة المقامة تعني نقصان الطيار زيادة المقامة تعني نقصان الطيار فأنا عندي هنا المقامة زيادة وعندي هنا الطيار قال فأنا مش عارف أقول أن هذا المجدار بينه وبين الفي علاقة تناقصية أهم حاجة أعرف المجدار ده هيزيد ولا هيقل هل هو هيزيد زي ما المقامة زيادة ولا هيقل زي ما الطيار قال ولا الزيادة قد من نقصان ما حصلش حاجة طبعاً هيبقى صعب للطالب العادي أنه يعرف إجابة الجزئية دي فالأفضل ليه يمشي من السكة لمفهاش مشاكل اللي هي آيفار خصوصاً أن المقامة اللي هيعد عليها مقامة سابتة وبالتالي التغير هيحدث في الآي بس وبتقول لي زودنا المقامة فزودنا المقامة يبقى الطيار هيقل بس هنا العلاقة بين الفي والآي ما هياش علاقة تناقصية مش عندك نقص حاجة هنا هنا الفي بس سوى آيفار ده بس ده بس لو أنت قلت على واحد على واحد يبقى ده بس ده بس يبقى الطيار لما يقل ده معناه أن قراءة الفولتاميتر هتقل يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف طيب لو أنا حبيت أحسبها من هنا لو كنت طالب ممتاز هتفهم أن تأثير المقامة أكبر من تأثير الطيار يعني هنا هتبر كأن الطيار ما عرفش عنه حاجة وهيبقى المؤثر هنا المقامة فيبقى المجدار ده كده زاد وبين هذا المجدار والفي علاقة تناقصية أزام هذا المجدار زاد يبقى الفي برضو هتقل نفس الإجابة بس دي عايزة وعي من الطالب أما دي هيقدر الطالب العادي المتوسط يجاوب عليها عادي يبقى الإجابة هتبقى رقم ألف ترجمة نانسي قنقر